السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أخبار المساء أخبار مسيرة وعنوين قوية أين تقام واجهة الصوبر الأفريقي بين الأهل والزمالك بعد اعتذار تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية الألمونيوم يتمسك بإقامة مباراة الأهل في موعدها وإلا الإنسحاب انتظام لاعبي مع أسكر منتخب مصر استعدادا لبركينا فاسو وغينيا بيساو وشوبير يصرح في توريا لا يرد على اتصالات اتحاد الكرة ويطالب خمسة مليون يورو وموعد مباراة سيدات الأهل اليوم مع سبورتنج في نهاء دوري الصوبر في البداية ما ننساش نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة من العيار السقيل بشأن مصير بطولة الصوبر الأفريقي بين الأهل والزمالك الأهل بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكنفدرالية الأفريقية وذلك بعد إعلان واعتزار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عدم وجود أي نية لاستضافة بطولة الصوبر الأفريقي قال محمد شبانة في تصريحات تلفزيونية أن المفرح في تصريح تركي آل الشيخ هو إمكانية إقامة الصوبر الأفريقي من استاد مصر في العاصمة الإدارية وسيكون بمثابة يوم مبهج وعيد للكرة المصرية هناك نوع من الألفة والود بين مصر والسعودية حتى لو هناك شخص أخطأ في تصريح أو تحدث بشكل سخيف والمستشار تركي آل الشيخ من عشاق مصر وذلك نعلم جيدا ومن عشاق النادي الأهل وكان الزمالك قد حصل الكنفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بما حصد النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا على الترجي التونسي وحصد النادي الأهلي اللقب رقم 12 والمحبب له في تاريخه نعود إلى كأس مصر وما كشفه المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الألمونيوم هشام عبد المنعم عن موقف فريقه بشأن الانسحاب من مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في بطولة كأس مصر بعد تأجيلها وذلك بسبب اللاعبين الدوليين وتم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات الرئيسية في الاتحاد المصري بسبب ارتباط منتخب مصر بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وفي مداخلة هاتفية على إزاعة الشباب والرياضة أوضح المدير الفني هشام عبد المنعم أن فريق الأولمونيوم أنهى منافساته في بطولة الدوري منذ منتصف أبريل وأن الفريق كان على علم مسبق بخوض المباريات دون اللاعبين الدوليين وأضاف أنهينا الدوري وحصلنا على راحة ثم عدنا للتدريبات والآن نتضرب دون هدف ولا نعلم ماذا سيحدث وأشار مدرب فريق الأولمونيوم أن الفريق يتمسك بخوض المباراة في موعدها السابق 29 من مايو والمحدد من قبل اتحاد الكرة وأن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم قد تم تحديدهم وسيرحلون بعد اللقاء وتساءل عن سبب تأجيل مباراة الأهل في كأس مصر قائلا إنه لا يرى أي أسباب توجد أو أسباب قهرية واضحة للتأجيل وأن الاتحاد لم يخطرهم بأي تفاصيل حول المواعيد الجديدة واختتم أيضا مدير الفني لمنتخب فريق الأولمونيوم هشام عبد المنعم في تصريحاته بالقول أن هناك دراسة جادة من قبل مجلس إدارة النادي بشأن الانسحاب من كأس مصر في حال عدم تعجيل موعد المباراة ولعبها في أقرب وقت ممكن معبرا عن استياءه من عدم تواصل الاتحاد معهم بخصوص هذا الموضوع أما منتخب مصر فبدأ الاستعداد بالفعل وبدأ استقبال اللاعبين اعتبارا من الساعة الواحدة اليوم بدأ تجمع الجهاز الفني واللاعبين بدأ اللاعبون يصلون من الساعة الثالثة تماما ويبدأون بتدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة وقد شهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام 24 لاعب في معسكر الفريق من يومه الأول باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يوم واحد ويوم 29 مايو يعني محمد صلاح سيصل يوم واحد يونيو ومحمد شريف يوم 29 مايو غدا استعدادا لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو والمقرر لها بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل وغينيا بيساو يوم 10 خارج الديار في الجولة الثالثة والربعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وإبراهيم حسم مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الاربع وعشرين وهم محمد الشناوي ومصطفى شبير ومحمد عواد والمهدي سليمان وفي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكم ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوحو في الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن ترزيجيه ومصطفى محمد في الهجوم ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا وانطلق المعسكر اليوم بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادا لمبارتي بوركينة فاسو وغينيا بيساو والمقرر لها كما تحدثنا يوم 16 من يونيو في الشهر القادم في الجولة الثالثة والربعة من تصفيات كأس العالم 2026 والذي سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشكلة أخرى صرح بها الإعلامي أحمد شبير عن مدير المنتخب السابق روي فيتوريا حيث كشف الإعلامي أحمد شبير عن كواليس مستجدات مفاوضات اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا من أجل تسوية مستحق قادر وذلك تم توجيه الشكر إليه عقب خروج المنتخب من دور الستاشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية قال أحمد شبير عبر إزاعة عندما تحدثنا عن فيتوريا قلت إن الرجل اتفق على ثلاث أشهر شرط جزائي وبعد المماطلة من اتحاد الكرة الرجل يرفض الرد على اتصالات الاتحاد المصري لكرة القدم ومن حوله أيضا يرفضون ذلك أضاف شبير فيتوريا طلب باقي تعاقده بالكامل فوق الأربع مليون يورو وقد تصل إلى خمسة مليون يورو من سيتحملها إذا توجه للمحكمة الرياضية الدولية هذه هي الكارثة وأخشى أن ندفع السمن ويجب على كل من تسبب في هذا الأمر أن يقف أمام مسؤوليته هذه هي تصريحات أحمد شبير والذي سأعلن أن روي فيتوريا سيدخل إلى المحكمة الرياضية ويقوم للتحاد المصري بدفع خمسة مليون يورو لروي فيتوريا موعد مباراة سيدات الأهلي اليوم مع سبورتنج في نهاء دوري الصبر الساعة 8 مساء تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب إنها يأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته